مؤتمر المتاحف مؤتمر المتاحف فضلا عن تحديد سبل مستقبلية للبحوث ذات الصلة لقاء اليوم في متحف البحرين الوطني الذي يعد من أواء المتاحف في منطقة الخليج وبمواصفات عالمية هذا المتحف يستقبل زواره يوميا وهناك قاعات تتجدد لكي تكون دائما مواكبة للتقنيات الحديثة في المتاحف المتطورة دائما نسحى في مملكة البحرين لأن يكون لكل موقع عثري متحف لذلك كان أول موقع عثري هو متحف قلعة البحرين الذي افتتح في 2008 عشرون عاما بعد افتتاح المتحف الوطني نتمنى أن يكون لكل موقع عثري هناك أيضا متحف مسجد الخميس وهناك مشاريع قادمة لبربار وسار وكل موقع يستحق مننا أن نعتني به وأن يكون وجهة لسياحة ثقافية نحاول تكريسها في البحرين لكي تكون وجهة نوعية تستقطب سياحة عالمية